طيب ناخد من كلام الكابتن شوبير وحتى كلام الكابتن ماجدي ان المجلس ده وانا عشرت اليها بس حاولى بقى بالطريقة اللي هي الجمهوري فهمها هو المجلس ده اشتغل عشان فواتير انتخابية مين معاي عشان اعملوا كيانات يكون مسؤول فيها ولا اشتغل لمصلحة النادي وخد القرارات الصعبة ونقالها لناس المناسبة انت لسه من اقل من شهر بتحط حجر الاساس علشان اخيرا تم تحديد مكان اللي ساد بتاعها وحصلت على الموافقات الرسمية ومجدت الموافقات وعملت الاحتفالية الرائعة اي وبعدين الشركات اللي هتساعدك بقى انك تحول هذه الاحلام الى حقيقة اتكونت وقتاريهم شغالين تحت الرادار في التشكيل الواقعي ان يبقى عندك شركة مين اللي حدرها اصعب حاجة في الدنيا الاحلام كثيرة وانا بيجيلي من المشاهدين كثيرا من الافكار الفكرة كلها ايه الفكرة قبل التنفيذ ولا مين اللي حنفذها صلاحياته ايه فان كل دا يتعمل وتفاجأ به بالشكل الدقيق المحكم الرائع في تشكيلات ما حدش يقدر تكلم على حد فيه الا زي تساقف سواء ان انت كنت مع الخطيب او ما كنت ما كنتش مع الخطيب لكن انت مع النادي الاهلي وده اللي قاله كابتن شوير ايوه هو انت مع مين دا مش المهمة لكن كلنا مع النادي الاهلي ايوه وهو دا الروح اللي حتقود النادي الاهلي تحقيق هذه الاحلام التي تبدو كانت مستحيلة ولكن الاهلي الذي لا يعرف المستحيل يعرف ان عبقرية المكان في الاسم والتاريخ النادي الاهلي الاهلي مش عظيم عشان بيكسب دا هيظل يكسب عشان عظيم انا مؤمن بهذا تماما دا شي مهم جدا وكمان كلام الكابتن احمد شوير في حتة النادي الاهلي تملي يسبق بخطو النادي الاهلي هو بيمشي في طريقه بيحقق اهدافه بيلبي احتياجاته بينفز افكاره والله يسبق مين ما يسبقش مين مش في الماو يسبق ولا لانه اكتر حاجة دايقك ما ان يعلن بالامس عن هذه التشكلات حتى تجد بعض الحاجات غير اللطيفة تصدر من معسكرات اخرى ما تفهمش ليه خلي بالك يا استاذ ابراهيم يا جما اشتغلهم اشتغلهم اهه فيبتدي دورلك على اي حاجة اي حاجة يحدي في تلقيحة لا تليق الا بالصغار اه يا عمي طول ما انت مشغول بي انت مش هتشتغل انا مش مشغول بحد انا مشغول بمستقبلي اه انا مشغول باحلامي انا مين انا النادي الاهلي اي اللي الحقيقة ربنا رزقه بمجلس اداره على قدر المسئولية صحيح تجاوز وعوده للجمعية العمومية صحيح هو بيقفز خلف الاهداف دلوقتي يعني تجاوز الاهداف بيعمل يجاود كل يوم التاني بيعمل لنا مفاجأة جميلة جدا 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 ربنا وفقنا وده اللي انا عايز اقوله يا جماعة ما تتشغلوش قوي 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 في التحفيل على بعض والله ورانا شغل مش فضيين ما تتضايقوش قوي وانتوا بتتفرجوا اللي احسن يحصل فينا ايه فيحفل عليا انت بتاريخك وبقراراتك دي حفل على انت عايزه حفل ايه بقى انك انت تزهب نفسك مش تحفل انك تعاير غيرك ايوه وتدعو للاخرين بالتوفيق بالضبط وادعو لأولئك الذين يسكبون دائما البنزين على النار بالهداية بلدنا عايزة شغل مش عايزة رغل مش عايزة شغل صغيرين عايزة شغل مبدعين بتصدق احلامها هو عدا المترجم للقناة